دعا محافظ صلاح الدين إلى إبعاد ملف الخدمات عن السجلات السياسية والمناطقية والشخصية مشيرا إلى أن المتضرر الوحيد منها هو المواطن وخطط الإصلاح والبناء وقذ المحافظ أن ما تشهده صلاح الدين من استهداف تخريبي وإرهابي ممنهج لقطاع الكهرباء أثر بشكل سلبي في حياة أهلنا اجتماعيا واقتصاديا وطلب المحافظ الحكومة الاتحادية والقوات الماسكة للأرض بوقفة جادة لإيقاف هذه الأفعاد الإرهابية موثمنا جهود منتسبي دائرة الكهرباء والقوات الأمنية المرافقة لها وعملها الدؤوب رغم الظروف الجوية لإصلاح الأبراج المتضررة لإعادة الكهرباء إلى مناطق المحافظة اشتركوا في القناة